يوما بعد يوم تظهر إصابات فيروس جدر القروض في دولة جديدة فالحالات ارتفعت في العديد من الدول الإفريقية الأوروبية والأمريكية والأسيوية ما أثار قلق اللبنانيين الذين يستقبلون السياحة والمختربين عبر المطار من انتشار الفيروس فيما بينهم بالألفان وثلاثة عشرين مصل شي ثلاثين حالي هلأ الفان واربعة عشرين وحاليا لم نبلغ على الرغم أنه أنت بتعرف لبنان عرضة للإصابة خاصة أنه هو منشأه كان بالكونغو في جالية لبنانية كبيرة بالألفان واثنان وعشرين كان معدل وضحت مقبول شوي لألفان واربعة عشرين عندنا زيادة مئة وستين بالمية أصيبت فيها أفريقيا تقريبا أكتر الدول الأفريقية وأضف إلى ذلك من دول أفريقيا هي مصر السودان المغرب وحاليا بدأ لأوروبا وطبعا أظن فيه بأمريكا كتير لا إصابات بهذا المرض منذ أذار الفائت بحسب وزارة الصحة العامة لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ صحية مؤكدة قلقها من ظهور نوع جديد لجدري القرود فهل نكون أمام جائحة شبيهة بجائحة كورونا التي اشتاحت البلاد وأكفلتها سنوات عدة أول شيء باتحاد الأفريق أعلن أنه في صحة دولي طارئة عامة بالاتحاد الأوروبي ومن شيء يومين ثلاثة أعلنت منظمة الصحة على أنه حالي صحية طارئة عالميا وهي دا عادة بيسلخوه بأمور لما توصل لموضوع للجائحة وأعتقد أنه وراء هالجائحة هاي اللي هي عادة أنا أعتقدها مصنعة من أجل نشر ما يسمى تشجيع على اللقاحات وتعرف ودب الرعب في سكان العالم لجني مليارات الدولارات جدري القرود الذي ظهر لأول مرة عام 1958 في الكونغو الإفريقية ومصدره القرود والقوارد والزواحف وينتقل منها للإنسان ومن الإنسان المصاب للإنسان عبر الخدوش والجروح والإفرازات الجسدية واللعاب والتنفس والاتصال الجنسي انقرض عام 1980 ليعود في العام 2022 مسجلا إصابات متواضعة قبل أن ينتشر اليوم في مختلف دول العالم مصحوبا بعوارد ارتفاع الحرارة والصداع وألام العضلات والطفح الجلدي لكن ما مدى خطورة الفيروس على حياة المصاب طبعا في نسبة الوفاة تقريبيا أكتر من 3% شيء ظهر كتير خطر جدا العلاج أول شيء العزل العزل الشخص إذا شعر عنده بالحرارة تاني شيء بنراقب مداخل الوصول الأشخاص عبر المطار خاصة الدول اللي هي منها الأكتر شيء من أفريقيا لازم ينحطاط لأنه أحيانا بيكون الشخص حامل العوارد ولكن مش بعد ما انتشر بجسم كله يعني فتت الحضانة بين 5 إلى 21 نهار ممكن أحيانا لأربع أسابيع بهالحالات هذه كلها ممكن أول نهار 2 نهار أول جمعة ما يظهر على شيء المظافة الشخصية مياه وصابون وكذا وما ينموا بأشخاص بسرير الأشخاص المصابة وعندها الموضوع الأساسي اللقاح يلي هو من ضجة دولية حوالين طبعنا كيف عليها اللقاح ما فيه مخصوص للجدري الكروض مخصصا فيه لقاح المرض الجدري الأديم يلي كان متواجد قبل بالخمسينيات وهيك وهيك وزارة الصحة العامة تتابع عن كثب كل جديد مرتبط بالمرض بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واللجان العلمية وفق آخر بيان لها اليوم مؤكدة قيامها بتعزيز نظام الرصد من خلال الكشف المبكر عن الحالات وتشخيصها بالسرعة الممكنة